اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان اللعب مالوش مسيء اسمه هو ميلو جد طبعا نحرف اسمه بشكل جد معناه اله لازم اتقاعد وركز على العالم الحقيقي في اليوم ده قرر ان يسيب اللعبة بشكل كامل ايه انت مسحت عسابه كونج يونج انت متفاجئ كده ليه كونج يونج اسمه في اللعبة ميلو انا منفعش العب الالعب دي لازم نركز على العالم الحقيقي ازاي ما اتفاجئش الشخصية رقم واحد اختفت دلوقتي بسببك كان ممكن تكسب عشرات الملايين اذا بقت العناصر اللي عنده تستقدت يديني حساب طالما انت مش عايزه تبقى اللي اغنيها زي القصة انا مش عايز اقول ندمان علشان كده قررت اعمل كده بالنسبالي اه لازم استمتع بادعاب مش اكسب الفلوس منها ها انت هتامل يا دلوقتي هروح الجيش واورس اعمال انا حمارة عشان قلقت عليك كان فيه وقت لما انا قلت ده بيتقال دايما ان الحياة مش متوقعة بعد سنتين الحمرة هو اي اصلا الحمرة هي دي لا انت حمار ريحت الكهولة ولا عايزه بالله طلع منه وشكله عامل زي جبلين اي واحدة عايز تاخدها من الاتنين دي ولا دي تتكلم جد انت مستفز قلت لك انها مش دي عايز الحمرة اسمي هو كان هيون الجبلين ده اللي هيشن لي انا شغال حاليا بدوان بآلة وباخد ثمانية دولار وتسعين سن في الساعة احمص يعني نقول انه شغال عشر ساعات يعني بيتسوف الشاه الفين وستمائة وسبعين دولار وعدنا يا رب من اللي كان فاكر ان الوريس السري لمؤسس الدمسو اي وعا كده الهبوط المفاجئ ده بدأ تقريبا فاخر اجازة ليه في الجيش مع افلاس الشركة ابويه اساس العيلة بقى مريض وجاله مرض فجأة والديون كترت على عيلتي فما فيش خيار قدامي قرر ندعمهم بمصدر اكل الاساسي وهو وجبات المتجر المنتهة الصلاحية انا لازم ادخل فلوس كتيرة علشان ادفع فواتير المستشفى الخاصة لابويه ومصاريف اكل عيش عيلتي هتساءل اقدر استحمل لغاية امتى هه؟ اهلا يا هيون رد علي سماتب اللي حصلك انت فاكر ان انا نسه اصحب على الاصدقاء مساعدة ببعض دايما في الحالات اللي زاديه يونج لسه مستسلمش انا الصراحة ممتن ليه انا من اختفى فجأة بعد افلاس عيلتي مقدار شابة الاتصال بيه حسيت ان اتصال بيه هيقلم من قرمتي انت بتكثر الرسائل تاني انا رسلتك علشان في حد شافك وانت شغال في محل بقالة ايه رايك لو رجعت يا رينا بدلا من ذلك؟ اوه رينا بتكسب فلوس مؤخرا لو عملت بس مباشر بصفتك مصنف او لا محترف تكسب فلوس كتير من ستة ارقام يعني ملايين انا كنت عايز افكرك ان اختيار متاح لك للمصنف رقم واحد سابقة رينا لو كانت اقدر استرجع مكانتي كمصنف زي زمان ففعلا هقدر اجمع فلوس منها لو كانت صح على طول راح يعمل شوبنج انا اللي وراه يا جماعة رايح اشتغل معاه يا الهي واعد فواهم الهبل انا مكنتش ععف لما كنت بشيها زمان مكنتش ببص على الساعة لكن وحدات المصنف ايه غالية جدا سعراء اضعاف ملتابي ثلاث مرات يعني بيساوي 810 دولار يوس انا بيدلعوني المصنف ايه برضو ب600 دولار انا ليه مساحت حسابي في الوقت ده دلوقتي بتفكير في ده انا ضيعتك اندي اه او بصوا مين هنا كانجيون انت مين ده انا كونج ها انت مش فاكريني كونج صح الوعد من الشركة بويا اعتقدت ان العظيم ابن المدير التفديس المؤسس الدمسو اعتقدت ان مش مهم علشان بيفتكيرني ايه ده انا تظهر لسه واغ ضحمك زي مكان فقط خد اللي انت كليله وامشي ايوه المركز زال عشان الشراء لكن عينتك مفلس دلوقتي انت عندك فلوس عشان تدخل مكان زي ده انت عرفت ازاي انت قصدك ايه عرفته وابوك مقالكش كل اللي حصل لعيلتك بسبب ابوية انت قصدك ان ابوك خان ابوية ايوه اشتغل تحت ابوك لعقود وخان وقتله عشان يترق اوه سمعت ان ابوك كان ملطوم جدا وجده انهيار انت لازم ان تخلي بالك منه انت مش عايز يكون وحيد لما يموت ايها اللقيت العين وقفوك انت بتعمل ايه سبب وجود ابوية على سرين موتو وسبب ضمار عائلتي هو انت انت بتقولي ايه كل ده حصل بسبب عائلتك يا باك انت بتعملوه جيبوا الشرطة هل باك اقسم اني هقتلك الفلوس هل الفلوس اللي عينا بغزين العظمة ما كانش عالتي بس اتكلم بفخرة على اللي عمله انا هنتين منهم بس ازاي هنتين منهم انا مش قوي دلوقتي علشان اتكلم لقد وقع مؤخرا مقابل راتب نص مليون دولار من ملايين بس ارينا يا لها من كلمة مذهلة في الواقع الحالي رينا عندها تأسير اقتصادي بيفوق الخيال الكثير من الوظائب بتظهر مؤخرا بسبب اللعبة ارينا انا محسيتش بالسوء او بالفخر او بالعار جسم تحرك لوحده اهلا هيون مرز فترة طويلة انت مردتش على رسالي يونج انا اسف ان اتصلت على فجأة انت بتقول ايه ايه اللي حصل انها درساعدة عايز اجعل ارينا رئيس الفريق حصل حاجة يا فهوة مليو رجع تم صناعة شخصية بنفس الاسم وبنفس المعلمات مليو رجع مين مليو ده مليو اللعب العظيم انا اعتقدت ان اقول كده في ايه يعني لما يرجع سيدي مليو رجع خلاص عرفنا ايه حد يتكلم عن موضوع ده تاني اعزفه من فضلك اديني حالة الشخصية اللي في البرنامج التعليمي مدير اللعبة الشخصية كانج هيو انهى للتوق اختبار كياس الكوة السحرية المسؤول على اللي بيحصل جوه اللعبة الحقيقة انه حطم رقم كياسي لاختبار كياس الكوة السحرية اللي عايزك تديني الاختبار التاني لو كنت عارف الطريقة الوحيدة لتغيير وضعه فليكن اذا هبقى المصلف رقم واحد تقدر تستخدم ده يونغ انا اسف ما عنديش مجرس عيش اقول كده بس ههوضك عنده لا تكونش شخيف انا مش شايتكش الفطرة طويلة اوه ياشائي ما تكة فيش تاني لابدها اسف اختبار المستوى الجو فقن لو garn�ها ر質ولة مِهي مرت فترة طويلة من اخر مرة قتلت فيها في كبه اذا ده البرنامج التعليمي جان مظلم محارب مستوى الجو مش وحش للبادئ به لكن مش لازم نتحمس أخطر من اللازم لازم نهدأ آه يوني البرنامج التعليمي قد بدأ كان أفلك لعينة خطأ أيها البشري خطأ لا معتقدش ده مستخدم في المستوى الأول منع هجوم من جان في المستوى العاشر عدى فترة طويلة جدا لدرجة أني منعت هجوم دون تفكير في اختلاف المستوى واسل ردة الفعل لسه شغالة سبب أن نقدر أن أكون الأفضل يا ميليو وأن مفيش حد يقدر مجارات مستوى تعقومي أيها البشري يجب أن أصبح أقوى وأسرع لكن هذا البشري اللي عينها جواتك تبقى أكثر حدة فهمت كل اللي حصل لها فيه صحابها يكون الأمر صعب عليك بالشهر اللي جاي أو بعدها عشان كده تعالى عيش معاه امتناني وعلشان أعمل كده لازم أن تبقى مصنف قرينا بسرعة مش ممكن حد يتصورها شخصية من المستوى الأول هزم جان من المستوى العشر أنت أفضل مكتير من اللي كنت أتوقعه أنت مقصدتش مهرتك يا ميليو تهنينا البرنامج التعليمي بيخلص هنا أوه أنت مسافر جديد شرفت بمقابرتك يا كنج دي مكافئة الاختوار خاتم عملاق يحتوي على روع عملاقة الخاتم نادر لأنه يحتوي على عنصر نادر لأمر كان أستعاكي النهازي من جان أخذت بداية حلوة خلصت البرنامج التعليمي هاي يونج هوصلك تعالى عند البوابة الشرقية أنا هبقى الشوفير بتاعك من دلوقتي في كذا عنصر لازم نصنعه فأخليها مرة تانية أنا عنصر استنى هورغولك وبيخطط لإيه دا لسه بدئ اللعبة من فضلك سلفني 50 دابايا علشان أنا معيش ولا داباي زمان كان فيه عنصر استخدمه كل اللعبي إيرينا المتشددين اسم الشغرة جرعة نقاط الخبرة كان عنصر مشهور لأنه بيزيد من نقاط الخبرة بتوصل لعشرين في المية لاربع ساعات الجرعة كان عنصر قايم لتتباع مقابل 3000 دهباي للجرعة الوحدة بس المورد اختفى واختفت الجرعة تدريجيا من ذكريات الناس اوه كانت القصة كده لأن أنا الشخص الوحيد اللي بيعرف ازاي اصنعها لذا لو بعتها في مزاد هقدر ابيعها بأي ساعة لكن مكونات النهاية مسهلة جزر شغرة البلوت وعصار الشجرة ميتة وفراء ارنب احمر واعلاخ مفيش جدوى من ده لازم نروح الزنزانة علشان اجيبهم مقدرش ادخل الزنزانة بتنتمي للقافة الحمجمة السوداء ده مش مكان للمبتدئين الزنزانة هي مكان لازم ناخرشه علشان المكونات بقولك ايه ابعد عن المكان ده طالما انت لسه لطيف بان انك مبتدئ اخليك تروح مرة واحدة اسرع وامشي في هدوء امشي عن طريقي انا مجهول استنى يا مبتدئ انت لسه بس ما يتنيش وانا بقولك امشي مبتدئ حياتي بتعتمد على اللعبة دي ومش عايز اهضر ايه ثانية ايه رأي اغفرها لحصف الشخصية مع مبتدئ زي انت خاف انك تعمل حاجة زي كده مش كده رأي انحصف الشخصية لو قصرتها تهزف شخصيتك بان ما فيش حد من لعبين يقدروا يعملوا بخطرة زي كده لكن اقبل امرك انتهى هتكون مضطر لصنة شخصية جديدة بعدين يا مبتدئ يا العين لكن دلوقتي تغليد رأي انحصف الشخصية على وشك انه يبتدئ اللعب كانج وضع الشروط الشروط هي ان الفاز هياخه كل حاجة ويتم حصف الشخصية اللعب بارك قبل الشروط النزال هيبدأ مش هتقدر تهرب هخلص عليك في 5 دقائق لازم انتقول كلمة اخيرة لشخصيتك ايها اللقيل بتخافش مش هتاخد اي فرصة لقتال شخص زي تاني عشان كده فكر في الموضوع انه دارس لقد بدأ النزال خلينا نشوف هتبدل متبجح لغاية امتا ده بس مش هتكون قادر على مجارات سرعتي وخفاتها انها مبتدئ ايه ده صدها محاعل انا اعلم مستوى كتيرة وعند عنصر فريد دلوقتي بتفكير بارن ومسترخي ضدا بالنزمة المبتدئ هو ممكن انه سياد قاتل متنكر بصفة مبتدئ هجوم بسيط ده بدأ يتوتر يلا ده عنده صورات كتير هم ايها الفار العين ها هو فقط احساسه بالقلم بان انه ده هيكون اسهل مما كنت تتوقع لقد بدأ باستخدام خاتم العملاق لقاطك هترتفع لفترة سأحقر كل ده حصل ليه بالمبتدئ هو مين انت بتفكر في حاجة تانية وسط الكتال هخلص عليك ايه زب لازم امنعه ها ده جسمي خلاص ده صفات الامات مش عندك اي شعور بالقلم لازم بالطبع مش هعرف بحال الجسم لقد فوزت بالنزال اتاخد مكافأة وفقا للقهضة الفائز بياخد كل حاجة كان عنده عناصر كتيرة يا لحظي خلينا نمشي للبحث عن مكونات ورشة عمل اسلام كابسولة خايد الافتتاح دي بتندج العناصر بدل من اللاعبين ومع ذلك مش ممكن تعويض المهارة المنتج خلص ده عار ان اقدر اعمل كده مرة كل شهر لكن خواس ان افتقرت بشكل صحيح جرعة النمو السريع بدوام لأربع ساعات والحالة ندرة ودوقتي اذا لازم نجني شوية فلوس في اليوم ده في صفحة التجارة اعينة تمت اضافة عنصر متفجر على المتجر اي جرعة نقاط خبرة في مزاد كان في جرعة واحدة بس في المعرض اتجه مستخدمي المزاد عشان ياخدوها تسبب في ارتفاع سائر الجرعة بشكل كبير من 6 شهور كان اعلى 8 باعة كان 3000 لكن الان بتباعها ب5000 5000 دهبة والدهبة بدولار يعني كان بيساوي 5000 دولار بعد دفع فواتين المستشفى ومصاريف اكل عشي هتبقى 2000 دهبة الشغل ده اعسل من الشغل بدوام جزئي في المحل سواء هبقى لعب ما واحترف انا بحاجة لدفع المستوي وزيادة قوة القتالية الشيء الاول هو رفع المستوى الحصول على المعدات لنستخدم الدهب المتوقي هاخد على معدات اكتر فايدة سطرة جلدية بانطانون جلد الخلد الاحمر سيف طويل حد انت اتغيرت من ساعة اخر مرة شفتك هل دخلت طائفة لأ بص على الودة هو اشارة مرور حمكك بها القوة العملية اهم من المزهر واجهك بها زي لندن تورونا انت كويس اديني مهمتي بس بان بسبب احساياتي ارتفعت بس انا حاجز بخفة كبيرة دلوقت ان العراسي المخلفة تستحق فعلا سعرها بالطبع تروح الموضة القوة الفعلية اهم بكثير تمت المهمة Mission complete امسك نفسك يانج انا مش بلعب اللعبة دي علشان المتع انا بخاطر بحياتي كل دقيقة وكل ثانية عشان الفلوس التالي هي زنسات الجبلين اهدف للوصول الى المستوى العاش كما هو متوقع في ناس كتيرة في زنسات الجبلين عايزين اعضاء لها في القتال القريب انا مقاتل مدى قريب اقدر انضم اكيد استنى لحظة باني انه معندكش عناصر دفعية روح لفريق المبتدين احنا فريق متقدم ايه فريق مبتدين انت تفكرين ان انا بدون عناصر دفعية اقدر اتفاد هجمات الوحش بسهولة زي الجبلين احنا مرتبتنا لونة علشان كده بندهر على شخص عنده خبر لو ما كانش عندك مشكلة ممكن تنضم لفريقنا مفيش مشكلة بكده ولا ايه لا بالطبع انضم لكم هعتني بيكم لدرجة انكم هتكون مرتحين على الاخ اخ على الرجلة بكلمتين سلمت نفسك انا عن نفسك انا قابل لأي كلمة انا معاكم هنا لقيت عضونا الجديد هنبدأ بتقديم نفسنا انا كهنة في المستوى العشرين اسمي سومي اسمي هيون انا محارب بالمستوى العشرين نظام الينا في اخفاءنا في ست الحالة المستخدم سرية انا محارب بالمستوى 24 واسم تشيو رامي انا اسمي بايك بالمستوى 22 وانا اسمي جاية انا ساحرة بالمستوى 23 لكن هنتكون قويس بمقاطرة الجبلين دون عناصر حماية عندي تقنيات جيدة لغاية ابا من الوقح قول ده الشخص قندته انت مش واصق فيا صراحة ايوه انا مش عايز اموت بسببه اعتقد انا هشوف معارتك قريب لازم انتجه هناك دلوقت استعدوا لمعركتنا الاولى يخطوطي خلفية احنا جاهزين الهاجمة المزدوجة السهم السحري بان انهم قلقين من المفاجأ ان الفريق شغال بشكل خويس هم ليه ازعجوا نفسهم بقبولي في الفريق اعتقد ان ده مش مهم طمعنا برفع مستوى فده كل اللي انا عايد فيو لامتى كنا هنستنى ساعة هيون كنت كواس جدا ايوه سيفة كان بيزبح طوال الوقت دون توقف انت بتستنى مع انصر معين قلتلك هنواصق من تجناتي اوبا بسرعة وناخد استراحة ماشي خلينا تأكد ان كل جاهد هنتحدى الهوب جوبليل بعدين زي المقطط الهوب جوبليل يهزم اي منكم الزعيم من قبلنا الوحيد ايوه الزعيم صعب جدا مرت فترة من ساعة ما هزمته سومي اتأكد من انتباه لتوقيت التعزيز جيدا اهزار انك متضعيش الملنى اما بالنسبة لي اما بالنسبة للشيون خلي بالك انه متصبش حلفاء جسامك هو ده يعني انه ما هيخلوني في الخط الخلف المعرمي دولهنة الزعيم واللوقات الخط الخلفي اقتلوا الجوبليلين الضعفاء بينما يشتري عنوهيون شوية وقت بالنسبة لسومي ما تنسيش التعزيز اذا جاي وقت اهزيمة الزعيم راوغها اوبا هيونج هل تحول لدركة استخدام السحر هتكون مشكلة لو ضرب طلقت كرة نار تانية لازم انه هجمه قبل ما يعملها تاني الخط الخلفي غطوني انتو بتعملوا ايه غطوني اه تمام اما ليه وقفين بيبص بس اما العملهم الجماعة راح فان لجاي هز كرة مرة تانية انت جاي تغلط دلوقتي اسف هم عايزين يموت ولا ايه لازم نخلص على عجلة ده الاول انا مش الشخص اللي يموت من مجرد جبلين راح اقطع ايده الخط الخلفي اهجومه دلوقتي تم الانتهاء من الزعيم احنا هزمناه اخيرا مش احنا اللي هزمناه ده هيون انت موضيش يا هيون كمان ثانية وهيدور الضرب فيكو امم اسف على السهل هنعمل ايه مع نعناصر دي هي هيون ما يستهقش ياخدهم كلهم الناس الضرب يتزارب الوجه الودي ولكن هيحاولوا قتلي لو خطم كلهم انا هاخد انصر واحد بس وامشي عايز بس البيضة الكتاب مش هيفدني استنى تمام انا لازم انامش دلوقتي علشان عندي حاجات لازم اعملها خلينا نشتغل تاني وممكن ابعط لك طلب صداقة خلينا لما نشوف بعض تاني عايزين يتحقوا علي ما ينفعش يتسهل مع المعوضوع ده فيو في الاخر ده توصل المستقل 11 اقدر اخيرا اخذ ترقية الفئة برج الفئة اسم الشارع لبرج التقدم كل طبق بيمثل الفئة مختلفة تقدر تتقدم فيه هو زي مطجر يعني دي حاجة اساسية للعبين في المستوى العاشر بيضة وحش عشوائي ممكن تقلنقنب او تنين حط فيها شوية منة واتفقس بعد ساعة تمام انا اخذ فئة جديدة في الوقت ده انت عايز تبقى محارب وده مدير الطبق المحارب خان خبور ايوه انا جبت علشان كده انت حكيم يا صاحبي الفئات مهمة علشان تتقدم احنا مختلفين عن الفشل اللي في الطبق الدنيا انا هنشوف اذا كنت تنفع تكون محارب ولا لا هنعمل تيست محاربة تمام هو لازم ان نبدأ اخليك انت اللي تبدأ تعالي تمام انا مش هار في الطلبة ايه الهجوم الجامد ده ده مألوف مع السيف ده مختلف عن المغامرات التانين اكتر من كافل يكون محارب بس هو لسه مغامر صغير ماخدش فئة جوم خان خبور نطر كانج بعيد لسه نقصه كثير عشان يزمني وقلب على كات ومن كده ليه المهم كانج قدر خام بالرجل المنع بها سيفه المنع سيفي براقلة مذهل انا عملتها كده وخلاص بس نفعت في الواقع كان عنده فرصة ليفكر ازاي يرد ويروق في نفس الوقت مش بيتبع السيافة التقليدية بالاخر يعني بيعمل اي حاجة علشان يكسب في دمج الدفاع عن النفس بالسيافة يا دي موهبة طبعية اوقف ده كفاية انت موهل امسك العقل يا خانج كان لسه يبدأ يسخن ده كويس بشكل كبير انا كخان اعترف بيك اتقدمت لمحارب قوتك البداية زي 19 نقاط المهم اخد مهارة اعتراف خان فيجوم الاسلحة القريبة زياد بخمسة في المية واخد تلت مهارة اتقان السلاح وسب وضربة مش عارف الصلاحة الكاتب يحترم انا قد بتوقع زي باية المنهة ورقلة الصاروخ الارضي جواه بعد كده عم خان بيديله حاجة وقال له خدي انت تستهيلها بيبقى انك متأكد من قوتك دور على ملك العملة اللي معها قوت دي عملة الفارس كيون ولو لقى الفارس هياخد مكافأة مهارة لبرون لبرون ده بيقوض جيش في رينا هو الاقوى في مملكته المكافأة مهارة اقوى فارس والامبراطورية هتسأل هل قراري كان صح ولا غرض مش عايزة ضيع وقت سلام كل ذا كان متوقع فيها خدام مهمة خفية و menyواف مهمة خفية بتبقى في العاب الدنجيل والعالم المفتوح و لكن لمهمة من الدرجه ايه أنا لازم توصيل للمستوى في 50 Bridget جدً عن قريقي اوه ، ال attend بيضة صح انا كنت الحظوظ جدا اليوم واي sozialك الحيوان نادر ممكن نحصل على تنين حاجة صعبة شوية البيضة تفقس لنقول تنين اه مستحيل نكمل من ساعة موقفنا ساعة ما البيضة العشوية بدأت تفقس ولو انت بشفتش الجزء الاول هتلاقي على القناة وبيقول كانج يا ربي تنين وبيطلع دوب بقول له خطأ ده دوب لطيف وبيقول له الدوب انت مش هتعرف تستوعب هيقتي من كتر جمالي فبيقول له كانج حيوان اليف بيتكلم فبيقول له الدوب ليه انت مش بتعرف تتكلم وبيقول كانج حيوان اليف بيتكلم اول مرة اسمع عن حاجة زي دي اكيد دي حاجة نادرة انا لو بعت واخد ده بديه وبيقول كانج على اي حال انا متأكد انه يجيب لي فلوس وبيركب يتضبه فوقه وبيقول له اسمعلك تخدمني يلا نمشي يا بشري وبيكمل كلامه بقول ما لك يا بشري اتحرك في بول كانج انا مش عارف اللي بيحصل ده بس انا متأكد من حاجة الوغض اللي خرج من بطة الحيوان الاليف هو ملكي ومحتاج يتربى بقول له انت ازاي تجرأ انك تعمل كده فوريس جزيرة الطنين وعلى ذلك انت مؤهل لتكون سيدي انا عرفت دلوقتي انت مش هتخلف بنتي ابدا وبيقول له كانج اسكت خلي بقك مقفول البق ده لازم ان يتقفل الدب كان اصدر ان كانج قاسي فمش هيخلف بنت وبيقول انا قابلت سيد عنيف وبيقول كانج مهاراتو زبالة جدا وبيلاقي مستوى الدب خمسة ونسبة المواد ده العلاقة يعني اللي بينه وبين كانج سفر البنية تلاتين القوة خمسةاشر السعر تمانية وخمسين الرشاقة خمسةاشر وبيقول له كانج انا اسميك تانجي زي ما فجومها تانجي وهي كلمة معناها الكسول والغبي وبيقول له تانجي اسم حلو خلينا نحرع حصان خشبي ونكو العيش محمس فبيقول له كانج اسف بس انا اسجل خروج دلوقتي فبيقول له تانجي انا لسه عايش من كم ديئة بس وبيمشي كانج وبيفضل تانجي وبيقول انت انسان وقح وبيدخل عليه صاحب بقول له انت خلصت خدت ايه النهاردة فبيقول له فيها وحيوان الف متوسط فبيقول له خدت فيها اذا انت المفروض تبدأ تساعد فبيقول له ايه فبيقول له بس كلاعب الاول مرة فبيقول له كانج بس سمعت ان البس ده مربح جدا اليومين دول فبيقول له تمام عايزك في حاجة تعملها فبيقول له كانج ايه هي الحاجة دي فبيقول له كل مرة لما تيجي تدخل اللعبة سجل لعبك وانا هاخد المقاطعة دي وهعمل فيديو دعائي هنشره في عالم ارينا فبيقول له كانج عالم ارينا الكون اسهل من الفعل فبيقول له صاحبه ما تخافش نوراك ويكون مديرك الخاص لو الناس عرفت ان اللعب رقم واحد سابقا بدأ بس هيكون في عدد كبير من الناس اللي هيكونوا عايزين يتفرجوا فبيقول له كانج انت متحمس كليه اكتر مني فبيقول له ده ميلو كانج الاول مرة ازاي مش هكون متحمس اللي مفهمش زاي انا هبسطالك اول مرة كانج هيطلع بشخصية ميلو على بس فبيقول له انا احاول اوصل لمستوى تطلعاتك وبالروح للغابة الغريبة السوداء الجان اللي كانج حرب زيون في الجزء الاول فبيشجع تانجي وبيقول له اول صيد لنا مع بعض اقدر اخد عليك فبيقول له بالطبع اذا خلينا نبدأ في رفع مستوى نزل المجنين ايوة يلا يا سادي روح انا اشجعك فبيقول له روح للجحيم انت وتشجيعك ده وباللاقي السيف لونه تغير وبيلاقي تانجي فعل مهارة ندرة اسمها روح الدب مستوى الاتقان اف والمهارة دي بتزوى نقاط كانج بنزمة 5% وبتقاط 5 دقيق وفعل مهارة ثانية ندرة اسمها بركة الغابة مستوى الاتقان اف بتزوى تدفع بنزمة 5% و 8 و 1 من 10 نسبة للتعافي وبتقاط 5 دقيق فبيقول له كانج ده حيوان الاف معزز مش مهاجم وبقول الجن الانج انت يا بشري ازاي تقرأ انك تتخلى عن حرصك قدامنا وباللاقي كانج لطش له وقال له انت قلت ايه انا تخليت عن حرصي فوقي حاج وصحى للكلام فبيقول كانج تانجي انت متحققش منه بشكل كويس مبارح انا مكنتش بتوقع انه يقدر يعزز قوتي وبنيتي ودفاعي وإلاخ وباللاقي حد يتجسس على كانج هو بيقاتل الجن ويطلقه فريق بيتجسسه على كانج وبقول له الرامي هو ده فريستنا النهاردة وبقول له الرامي بدلت رياح وبانطلون جلد ده لعب غني عشان يشتريهم فبيقول له المدافع ايه الخطة النهاردة فبيقول له الرامي فريق جديد ايه رايك وبقول له المهاجم ده كويس انكم تتكلموا بلوط بتقصدوكم ان انا اعمل له فخ ولما تيجي الفرصة انه هجوم عليه فبيقول له ادامة طب هنعمل ايه لو طلع جامد انا بقول انا انا نفسكو يا رحمن يا رحيم اصلي شكله متعود على الكتار ايه مع مهاجم البت شكلها عبيتة ومتحوق عليها فبيقول الرامي اعمل له ايه يعني لو طلع قوي المستوى المعروف للعب في الغابة هو عشرين ما عندوش فرصة انه انه يتفوق علينا احنا اللي فوق المستوى الاربعين مفيش حد يقدر على التفوق العدد ده ايوة دي يعني مش اول مرة ولا تاني مرة انتهى الان وخلاص فبيقول اسفة اذا انا وفرست النهاردة فبيقول واحد طيب امتى انك تدي نسرق فبيقول انا سجلت ده بس صايد اللجان المظلم مش كافي علشان يعمل تأثير فبيقول تانجي سايد الشاقي انت كويس جدا فبيمسكه كانج وبيقوله ولا انا مش جايبك معي علشان تشجعني من بعيد تاني حاجة مش اسمها سايدي الشاقي اسمها سايدي وبس فبيزود الطين بلا وبيقوله يا سايد يا غبي انا اديتك تعزيز فبيقوله كانج القتال مش بينتيه بتعزيز بس انت عندك نقاط بدانية كتير فلازم ان تستعملهم وبيقرب واحد من فريق على كانج وبيلاقي فريقه جاي وراه ايه ده انت بتصطاد لحظك ما تيجي تصطاد معانا في الفريق فبيقوله كانج فريق فبيقوله الرامي وشكله القايد بقوله من البوهر ان انا نشوف لعب في الغابة السوداء محاربين ورامي وكهنة هم ليه بيحاولوا تجنيدي ما اني مساحل وكمان هم لابسين معدات من المستوى العشرين بس السيف ده محتاج على الاقل مستوى اربعين من الوضح انهم خايفين مستوهم ومظهرهم دول شكلهم قتل للعبين لو دول فعلا لعبين قتلة فهي دي فو سيتي فبيقوله كانج انتوا فعلا عايزين اني انضم معاكو انا ما عنديش ماناة فبيقوله الرامي لان انا واحد اهبل تاني فبيقوله انا رين في الخط الخلفي وفي المقدمة كال وكراوفورد والكهنة دي باسيل فبيقوله انا يونج وانا تانجي فبيقول كانج ان الامر هيكون مريب ليا لو قلتلهم اسمي الحقيقي ويقول ليه واحد ماسج جان وعمال يلطش له وصاحبه عاديين بيتفرجه وبيقوله عدوه ضرب الجان واستخبه ورا المهاجم وبيقول الجان مهارة الوسب ويرجع يضربه واستخبه في المهاجم رفع ضغط الجاني وبيقوله يا بشري يا جبان وبيقول كانج عضاء الفريق اقوياء فيخليهم يدفعوا تمن محاولاتهم خداعي ده يزيد مستوية اتقام مهاراتي وبيقول يلا يا فريق الصيد بعد الساعة بيقول المهاجم ايه النوع الحمقه دول يبقى ده بيضرب ويستخبه ورايه بس ده بيستخدمنا كأدوات دفاع وكل ما حاول اضربه بيراوغ الهجمة انا هموت من قطر الغز فبيقوله الرامي يا عمه ده هدفنا اصلا مش الصيد طب هنفضل كده لغاية امتى مستنين فبيقول المهاجم التاني فكرة الفريق حلوة مش بطارة لكن مش هتبقى حلوة لو فضلت كتير فبيقول للرامي انا كده 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 كنت مخطط ان اخلص الموضوع ده وتانج يقعد بيتصنت عليهم فبيقول واحد واحنا من قاتل الزعيم اقتلوه واكنها حدثة فبيتفق على الفكرة دي فبيروح يقول لكانج انه ما يطعنوه من ظهره وهو بيقاتل مع الزعيم فبيقول له ايوة يا سعيدي فبيقول كانج اه دول اكيد لعبين قتلة وبيقول انه مستويه عالي كتير بسببهم وهماتي خلص طاعة لذا هم خلاص منهمش لازمة هخلص عليهم ويفكر في عنوان للفيديو لعبون قتلة ينالون جزاؤهم ده موضوع حلو للفيديو مش كده يونج هيحب ده اكيد انا اقتركم جزاء محولتكم انكم تتعنوني في ظهري فبيقول له تانجي وشك بقى اكتر شر فبيقول له الرامي يونج احنا يسفين انه خلناك تستنى ده كله فبيقول له لا عادي فبيقول له احنا رايحين نوجم على الزعيم هتيجي معنا الزعيم فبيقول له كانج هل اقدر اقدم اي مساعدة انا حاسس ان اقوف في طريقكم بس اقوف في طريقنا يا راجل انت عندك ضرر هجوم عليه فبيقول له في سره هو بيهزر صح ووفانا عايز يرجع وبيوعد ويعزم عليه ويتحيل عليه فبيقول لهم خلاص انا اشفقت عليكم وجاي معاكم فبيريس عليهم وبيقول لنا نفس التشكيلة فبيقول رامي تمام فكانجي بيقلطهم وبيقول انا هتكرم عليكم واعلمكم ازاي تحربه انت خنزين يا كانج والمواجم هيفرقع من قطر الغاز وبيقولوا استنى علي بس ويبقى صرر الزعيم وكان جواف وراه المهاجمين وهم مطحونين هناك مع الزعيم الزعيم متدور الضرب فيهم والزعيم مش راحم وبيقولوا انت ازاي تقع من الضربة دي ده انا ضربتك ضربة بسيطة برجل بس فبيقولوا الزعيم لو انت جاية اي سكوتك فانت لازم انترى اداب المحارب انت مستواقب مخافق جدا وده بيبقى رئيس اللجان الموظم وفيش غير اللجان في القصة دي ولا هي مفيش وحوش تانية احنا عارفين ان اللابسين مواد مخافضة المستوى بس ازاي الرئيس ده اقوى للدرجة دي ان الناس في المستوى اللي اربعين مش عارفين يتعاملوا معا ونروح فلاش باك وبيقولوا الزعيم ان الشخص ده يكيد اصدع لكانك انه حاول تقربة مهاراته على الزعيم ساعتها ييجي وقتنا انا اضرب ساهم شلل لما بسيلت ادينا اشارة عشان كده ركزوا للهجوم عليه فبيقولوا المهاجم فقامت والمهاجم التاني بيقولوا انت بتخطط انك تخلص عليهم بهجوم واحد وبيقولوا المهاجم اللي كانج جننه وخليني يلعب معاه شوية لما بيتصاب بالشلل فبيقولوا كال انت مجرد واحد مختل عقلين فبيقول كانج فترة التهديئة على وشك الانتهاء فترة التهديئة دي هي دي فترة استرجاع المهارة لانها بتاخد وقت علشان تشحن فبيقول الرامي للكهنة ابدأي فبيقول المهاجم اخيرا بدأ واسع يضمن ناكله لعما الكنج وبالله الرامي بيصاب ناحي الكنج وتانجي بيتصلكه انا مش عارف اعلق اول ايه بس استرجال ياسطى فبيقول المهاجم ده ساب حراسه ازاي هعزبه علشان اتمتع والساهم سابت ثلاثة وجيه فيه هو بيقول المهاجم كلب فبيقول التانجرين للعين هو اللي شتت انتباهي فبيقول تانجي انا مش تانجرين بل تانجي بص على ردة فعله وشه فبيقول له كانج انا اسف تانجي عائل صغير شاقي بيحب اللعب وهو ايه اللي بيحصل فبيقول الرامي للمهاجم وراك وبينلاقي اللجان رفعه من فوق من رقابته وبيقول له ان الضعفاء هم بس اللي بيتخلع على حراسه بينادي على كانج بيونج طبعا فبيروح كانج مهاجم على رئيس اللجان وبينلاقي رئيس اللجان ما لمحط غيرت من الغضب فجأة وده بيكون بسبب يسه انك لسه ما عملتش لايك ولا اشتراك تنويه مهم جدا جدا بسبب تأكير الفيديوهات مش بسببنا يا جماعة ده بسبب المايك المايك اللي معنا حاليا ما فيهوش خاصية ملع الازعان والشخص اللي بيسجل قعد في عمارة سجنية فبيقعد ثلاثة ايام بيسجل بسبب ان المايك بلوت اي ادوش حتى لو صوت المراحة فتخال انه بيقعد يسجل ثلاثة ايام هو اقفل المراحة في الحر ده فتضلوا طعب الرجل في التسجيل لان التلخيص بياخد يوم وثلاثة ايام تسجيل وخمس ساعات المنتاج فبسبب تأكير التنزيل هو المايك فتمنى انك تضامونا بلايك علشان يوتيوب بيرشع الفيديو لحد غيرك والاشتراك علشان عايزين نوصل الالف ومشترك ونشتري مايك جديد وطولت عليكو يلا نكمل وبينلاقي بطلنا غرص الصيف في المعاجب فبيقول له هو بيدخني يشمع ننا الحركة النهية طعنة في الضر فبيقول له هو بيعمل ايه فبيقول له انت اصدق ايه راح قال له كما تدين تدان طب قال له الجان اللي مجنبيك ده انت زامه في المحاطسة دي فانتم تعرفت ده راح تنجي قلده لما قال هو بيقاتل الزعيم اختروه واكن هو بالضبط فبيقول له انت عرفت ازاي وبيعيد الهجوم التاني والبطل بيصده ويكسر السهل وبيقول من السهل كراية حركة السهل المتحرك مباشرة المنهة بقيت مهزلة كده ليه تحس قلبت على كابتن ماجد مش عارف ليه المهم المهاجم بيقول لو كنت قادر اقوم كنت اخلص عليه بسرعة ويلاقي الرئيس اللي جان بيقول له المهزومين مش مسموح لهم بالكلام والمعلم عمال يدور الضرب فيهم وما يعرفش ان فيه واحد مات وبيقول الرئيس الجان ان البشر ده مبهر ومسير للاهتمام ويقول مع ده مخلص عليهم ان مستقام اعلى مني بس مهاروهم ضعيفة كده الفيديو مش هيجيب مشاهدات بس لازم المقطع يكون ممتع بس الاسف القصة خلصت لهو قدر بس لايه خصمة تاني علشان نقدر استعرض مهاراتي قدامه بيلمح للرئيس فبيقول له الرئيس انت خلصت يا بشري ان مقطرة شخصي قوي دي حاجة ممتعة جدا البطل في عالم وازي بيقول ان اللاعب من المستوى العشرين هزم رئيس جان مظلم دي هتكون حاجة ممتعة وبنطلق الاثنين اللي موجد بعض والمعركة خلصت زي ما توقعنا فبيقول له صاحبه انت ازاي تقدر تقابل ناس زي دول فبيقول له ان يوقع العناصر من القطرة دي اشبه ممدهمة الزعيم على الكنوز والاسلحة اللي بتبع معهم وانت عملت الاثنين النهاردة يعني ضربة عصفرين بحجر واحد والناس دول وقع وعناصر كتيرة بسبب وقومة القتل فبيقول له صاحبه الفيديو هيكون حلو لا مفيش بيفكرني بنفسي انا والمحرر قبل ما الفيديو ينزل فبيقول له صاحبه احنا عايزين منتج فيديوهات مناسب فبيقول له انت اصدق للبس فبيرد عليه بيقول له ايوه وبينلاقي فيه ورقة مطبوعة لها مشروع جعل قناة انا متوينزي مشهورة اكيد باللايك والاشتراك وبيننتقل لصاحبه هو بيدور على منتج وبيقول ده بعيد وده لأ وانا لازم اعلل اجر فبيلقى مخرجة اسمها اليس الانجازات اكتر فيديو مشهورة في عالم الينا اليس منتج معروف بانه مختفى ما بين الصناع المبتكرين في عالم الينا الملخص انه يمدح في منتجين اللي هو المحرر وبينلاقي شخص قاعد منعزل مع الكمبيوتر بتاعه وعمال يرفض في طلبات الناس ويوقف على طلب يونج فبيقول يونج تشام مش الشخص ده هو اللي قدمه لي يا مايكل ويدخل يشوفي فيديو على قناة انامي توينز ويتصدم من قصة الامير ديفي والبطل كانج وبيقول ده الشخص اللي بيرفع فيديوهات ميلو قصة صيدة مسالية تقدر حتى انك تشوف تأثيرات القطال مع الزعيم موزهل انا عايز اشتغل على الفيديو ده وبيطلع اسمه اليس مش اليس مش بنت يعني المهم بيقول انا ابقى من معجبينك من دلوقتي انا هرفعك لكمة الشاشة الرئيسية اليوتيوب وننتقل للبطل وماسك كتاب اسمه كتاب معارة نادرة عشوائية الدرجة نادرة التأثير لما بيستخدم اللعب الكتاب ايستقبل مهارة فبيقول كانج انا قدر ابيعها فاخد فلوس كتير بس ممكن اخد مهارة كويسة لو استخدمته يا تانجي خلينا نقول ان عندي ارض مش مزروعة انت بتعتقد ان من احسن زرعها ولا باعة يا راجل ما لقيتش غير تانجي وتسأله فبيقوله الشخص اللي هشتريها يعمل بها ايه وجهة نظر برضو يا زرعها طيب انت هتباعها ليه انت فقير مش قصدي كده انا باعت عناصر القتلة فمش لازم انا باع دي يلا انت كده كده مش دفع فيها حاجة ما عنديش حاجة خسارة انا استخدمت الكتاب المهارة نادرة بشكل عشوائي وبيجي للبطل مهارة الدم مقابل الدم اللي معاه النوع سلبي الدرقة نادرة اللي تقان اف التأثير هو انها بتتحمل منتاشر في المية من دفاع الخاص فبيقول عظيم ان استخدمتها يا تانجي انت بتجيب الحظ وتانجي المسكين قاب بقول له نزلني بعد كام يوم اترفع فيديو هيون على العالم ارينا العنوان لعبين قتلة ايه يصر المشاهجات دي كلها يا هيون طب يستعمل لايك والشراف عايزين نبقى زي هيون الردود كانت صاحقة وبالذات الناس اللي تهجموا من قتلة رائع لقد اقتازنا 150 الف مشاهدة انا عرفت دا اليس منتج عظيم بانهم هيسعوا للافضل حسبت انهم هيعجبوا به هيون والروح لقاءة فريق دارة اعمال نايك كيل وبيقول كيل فيديو على عزيم القتلة لادوار معكوسة ويه المتعة دي وبيجيب الجنوة بيهجم على كانج وكانج مش راحم وعمال يلطر فيهم وبيهجم على كانج وكانج بيتفدأ من منتهى السؤولة فبيقول كيل لاعب في المستوى دا يهزم رئيس جن المظلم بسؤولة من خلال جاوة التعاكمه انا كنت بضيع وقت على مرشعين كاحيانين اللايب دا الواحد محتاجه علشان يكون نجم لازم ان نكون معاه في نايك قناة ارجون دا قاتل للنموس دا مش مهم اسم القناة المهم نكمل هتواصل معهم الاول وبننتقل للغبة الشمالية السوداء والله يقول دراعه بيطير فوال المشهد الغنان التاني قاعدة بتتفرق فبيقول كانج تانج العزيز فبيقول له علم يا سيد الغبي وبيقول كانج مستوى بارتفع بسرعة اكتر من الاول انا لعبت مرة بصفة ايميليو لذا كنت مفتقد للمعلومات والعناصر اما دلوقتي فده سهل جدا لكن بما اني متأخر في اللعبة فانا لازم نرفع مستوى بسرعة ويطلع لنا احصيات كانج هو في المستوى الاربعة عشرين وبالله الرشاقة زادت عشرين والكوة زادت تمانية وستين والبنية زادت تمانية وخمسين واتبقى خمس نقاط فبيقول كانج من السهل عزيمة العداء دلوقتي فبيقول تانجي سيد الغبي بقى قوي فبيبص على نفذ التانجي بالله يوصل للمستوى الـ 15 الكوة 35 والبنية 58 الرشاقة 35 والسحر 98 بيقول انت بيت في المستوى الـ 15 وان كل الحيوانات اللي شفتها عندها زيادات مختلفة فالإحصائيات العادية من ثلاثة الخمسة النادر من ستة لسبعة والفريد من ثمانية العشرة ده زيادة عدد النقاط ده كده معناها ان تانجي حيوان نادر وبيكمل تانجي بيقول ان تعزيزاته عظيمة ويقدر يبقى مهاجب فعاديين وبيقول له نتعبان شنى بقى بس كانج ليه رأيه تاني والله تانجي ده صعبان علي وبيقول له كانج اتأكد انك تخلص شغلك كويس وما تخليش وراك حاجة مفهوم سيد الغبي وبيلاحظ كانج ان فيه حاجة بتلمع جنب الوحش ويقول انا اعتقد انه شفت في حاجة زي كده في عمري فبتيجي رسالة وهي ورئيس قبيل زيبل مارك فبيقول بتعجب ورئيس قبيل زيبل مارك والمهمة بتكون عبارة عن العقد اللي لقى كانج ده عقد كانكون العظمة وده الرئيس المتقبل لقبيل زيبل مارك وهي يعني قتل الرئيس والمفهوض ان يروح يسلم العقد ده للرئيس الحالي والمهمة دي من الدرجة بلاس دي والمكافئة انقاط خبرة وانا لازم يتم الاعتراف بيه من زعيم بطل المارك علشان يعرف يراجع العقد فيكون من الصعب مهازم الباكل ده كان اللي هو بطل المارك والرئيس راكون هو مجرد نبك انا مش عارف ايه هو النبك ده بس المحر بتاع المنع مش اهل حاجة ده مهمة من بلاس دي فلازم نكون من المستوى 30 على القل فانا بيحتاج اربع مستويات كمان انا قررت ان يكمل في الصيد يلا يا تانجي فبيقول له خلينا نرتاح شوية يا سادي يا شرير بطيق جدا وبيقول كانج انا بالعافية عليك مستوى واحد في حدود ان اقدر اوصله الوحدي وبيتجنن عليه تانجي وبيقول له لوحدك ايه يا عم انا قد تعملت عمك من الصباح عمل زي القطط بتاكل وتنكر وبيقول كانجي متجاهل تانجي تماما انا نظم انضم الفريق عشان مستويه يعلى بس لو كان فيه شخص اقدر راسك فيه وتانجي هيتقوله عر بعد بسمع الكلام ده ويسمع صوت قتال وبيقول تانجي عاملة زي الكمبنة انت عرفته اصلا منين الكمبنة وانت مش بقى لقاقتر من خمسة ايام وبيلاقي واحد بيستخدم السحر وبيقول لسام السحري وبيهجم على الارك ويكمل عليه بكرة النار الارك بعد الشد والجز ده بيبقى بزمة الله وبيقول ده الارك العاشر وبنعرف اسمه واسمه هو ماسون المانة بتاعت بتخرز بسرعة الجرعة اللي بعين قربت تخرز ده كفاية النهاردة بيبقى في حد لما بيبقى السحر لوحده فبييجي من وراء تانجي وكانجي بيقول له بعد اذنك ويقول ماسون وحش انا حتى ملحدش اني ارتاح وبيقول السام السحري وبيهجم على كانج ويقول ده لاعب وبيطلع كتفي كانجي هو اللي اتضرر وبيقول انا اسف وبيعاية تانج وبيقول ده كان خطير وبيقول الشخص ده راوق سحري من مسافة دي وبيقول ما تقلاش دي غلطتي اني تلاهت فجأة انا هيون وانا ماسون وبيقول له ماسون انت عايز حاجة مني وبيقول هو مين الشخص ده وماسك دب في ايده شكله مريب وبيقول كانج وقته السحرية وصورة القاو جيدة نوعا ما وده مطبق للمواصفات وبيقول له كانج انا لقيتك بتصيد لوحدك ايه رايك لو كنا فريق فبيقول له ماسون فريق وبيقول لنا بوعدك اني هساعدك انا قوي وتانجي مستخبي ورا كانج وخاف من ماسون وبيقول ماسون انا مسميتش عنه قبل كده بس ده راوخ ضربتي فاكيد ده لاعب مش عادي ومن الصعب ان اصطاد لوحده ودي فرصة حلوة وبيقول له تمام قشطة في مكان في الغابة السوداء وبيلاقي غولة فلق نصين وبيلاقي واحد لبس درع فخف وبيقول ده مزعج وبيقول له البنت اللي وراها شون استمتع شوية طالما احنا جينا هنا وبيقول لها المزعج دايما مزعج وشكل اخينا ده خلق دايق حبتين وده بيطلع شون من نقابة الجمجمة السوداء وبتقول لشخص تاني جون انت مستمتع بالجولة انت مش حاسس بالعمان وبنعرف اسمها وبطلع اسمها جين من نفس النقابة اصدقاء عمل بقول له اكيد انا اول مرة حسي الاحساس ده وده بيكلم بارك فاكرينو وبيطلع برضه من نفس النقابة وبيقول انا اسمي بارك من نقابة الجمجمة السوداء المشهورة حسابة حزف في حدثة قبل كده ان القوات الاولى قدروا مساهمتي امروني بتكوين شخصية جديدة واخش في فريق مع الاقوية اللي غاية ما ارجع على مستوى الاولاني سبب سكوتي بساعة الجمان اللي اتعدى على منطقة دي وفاز بغير عدل بقى انه مغلوم من كان وموتمد على جزل معاتي الدول وبطول جان ان القرق الايلين كده ليه شكل فيه فريق تاني هنا وقول للراجل ابو خلق دايق هزفنا كان النهاردة ان نوصل لمستوى 25 لكن شكله هيكون صعب هنضطر ان يجي كذا برة وبيقول لها فيه اورك بيتشكل هناك وبيقول لها اروح اخلص عليه بتقول له استنى يا جون وبينلاقي جسس اورك مرميه على الارض وبيقول له كانج ده حاجة حلوة احنا كونا فريق مع بعض احنا بنشمل فريق جامد ان نتقدم في المستوى بها سهل مع ان التقدم لوحدي ايوان المستوى برضو ارتفع الخطة ان كانج بيستخدم نفسه قطعم بيستدرك الارك لمنطقة معينة وبعدها همسهم بيستخدم سحر وسع النطاق لمهاجماتهم وبعد كده اجي خلص عليهم كلهم ونفضل كده بس مستوى ارتفع جدا وتانج مش بيبطل على طلب الكلام وبيقول مهاراته عظيمة انا اسمح لك تبقى خادمي فبيقول له من تحت يا له من ضب لطيف فبيقول له كانج انت متأكد انت فاكر ان اول تحية ليه كانت ساهم سحري اه نسيت انه ده بتسبب زعر بدون اي تمييز وبيقول مسون الترفين كانوا غلطانين وبيقول تانج يا سيد الغبي ده ظهر نفس الارك راح جوه نرايا عليه وشكل مكتوب عليه ان كانج يمسح بالبلاط فكل مرة يجي جنب كانج فبيقول له كانج انا يخلي بالي منه حافظ على المنة بتاعتك فبيقول له خلصانة وبيقول له كانج مهارة الوسب وبيقطع الارك وبيلاحظ حاجة وبيطلع الخيشة بتاعت مسيح البيت بتاع كانج وبيقول لكانج انت اللاكيد ده وبيقول له انت بدور عليك وبيلاحي كانج ادى لوحدة رفصة حسان بياخدها والدموع بتتطير من عينه فبيقول له ايه ده انا حسبتك وحش انا اسف وبيقوم جون وبيناد عليه وجون مش بيرد وبيبصول له ماسون وبيقول له ما كانش خلطتي هو اللي فاجئني وبيقول انت دربتني عمد وبيقول له هو ده وبيطلع وشه الطبق من الضربة اللي خده وبيقول انا خيرا لايتك انت سبب في حسف حسابي وبيقول كانج انت ماسون منكز على مناخيره اللي بيتشبه بنوكيو وبيقول له كانج اسمك كان ايه فبيقول له بارك جون وبيقول ماسون هيونج طبعا هيونج ده اسمي كانج في اللعبة طبعا هو اسمه هيون وصاحبه بيقول له ساعات كانج فنرسيت على كانج عشان ما تلغبتش وبيقول له انت عارف الشخص ده فبيقول له ايوه ده صديق غبي خسر شخصيته فرهان حسف الشخصية فبيقول له بنوكيو قصد جون انت بتناديني بصاحبك بقوله اثنين من الاقواء معايا النهاردة انت هتموت فبتقوله جان امسك اعصابك يا ريت يا صاحبي تدعمنا بلايك عشان يتيوب بيرشعه لحد ثاني وكده انت بتكون دعمتنا واشترك عشان عايزين نوصل لالف ومشترك نشتري مايك جديد ما تنساش تواصل الفيديو لها ستين لايك فبتقوله جان احسن لك تسكت عشان في حدود لصبري فبقولها صبرك وبقولها بسيخد المذكر ده تعمل اي يعني لو صبرك خلص انا مش خاف من نقابة العظماء المعفنة فبتقوله الجنجومة السوداء فبيقول ماسون لكانج دول شكلهم في المستوى ستين عقل تقدير مش هيحوله يزوك مش كده ولا ايه فبيقول لو حصل كتال فما تدخلش ده احسن لك فبقول شون يلا نمشي وبتقيد جين كلامه وبتقول احنا مش فاضين فبينادي عليهم بيقولهم انا اسف اني بقولكوا كده بس انا اقول للقوات العليا ان جين وشون حربهم من بعد سمعهم اني نقابته مش شتبت فمن فضلكم اتبعوني وانا هنتظر بعدين فبيكرر شون انه يدخل وبيضرب جون بالصيف وبيقوله هيكون السود اسرع لو اختفى الفريق التاني فبيقوله انت عايز تتخانق فبيقول كنج انا موافق بس على رهنات حزف الشخصية فبيقول ماسون انت لو خسرت شخصتك هتتحزف وبيقول تانجي ويه اللي لا يحصل لو انت خسرت فبيقوله هتتحزف برضه فبيقول شون تعلوه لانتو التلاتة مع بعض شروط الرهان حزف الشخصية الكسبان هيخذ كل حاجة ومعرفة القادة انت في المستوى العشرين هو مغرول او كده ليه انا هقبل التحدي ومعركة القادة هي ان كل قائد من الطرفين هيحارب الفائز هيفضل ثابت والخصم التاني هيتقدم لغاية مجانب هيكون كل عضاءه خسره بس كده القتال اول بين كنج واللعب شون وجون مش عايز يسكت وبينكش في شون وبيقول ما سونج كنج انت هتكون كويس بقول له تانجي لو قزرتها او دلعن فيك يا سادي يا غبي وبيقول ما تخافوش القتال ده سال جدا عليا وبينتظر لسالة من نظام ان القتال هيبدأ وقول شون انا هخلص عليك بدرب واحدة عشان احنا مش فضيل ليك وبيقول كنج الموضوع قول له عايز مني كذا ضربة عشان فرق المستوىات هم عاشر ضربات كفاية عليك بيقول شون انت عرفت ليه جون بيكرهك وبيروح على كنج بسرعة جبارة وبيلوح بصفه على كنج بس كنج بيتفادها وبيتفاجئ بانه تعاون من كنج وبقول له الضربة الاولى بارك وجين متفاجئين من اللي حصل وما سون بيقول موزل ده قرأ مصار سيف وهجمه هو بيروغ في نفس الوقت وبيداق شون وبيفجم على كنج هجمات كتير وكانج قاعد بيتفادها بمنتهى سهولة وبيقول ليه هجماتي مش بتوصل له المفروض اهزمه بسهولة بسبب فرق المستوى والعدات بس ازاي يكون فيه فرق زي الفرق ده فبيغيزوا كنج وبيقول له متفاجئ الكل فاكر انهم ممكن يكسبوا بسبب مستوى من العالي ده يرينا اللي منتكلم عليها وبيطير منه الخوزة وبيقول له المستويات والمعدات مش هتضمن لك الفوز في القتالات المباشرة حتى لو كان في حد يقل منك بمستوى فلسه فيه وسيلة عشان يهزمك وبيضربه وبيقول التالتة وده عن طريق انه يشعلك من كذا اتجاه هو بيحتاج وقت بس بتقدر تهزم ادخنع لعب بالطريقة دي وبيقول ماسون انت كنت عارف انك تحكمه كويس بس مش للدرقة دي وبيقول كانج انتو بتعمله ايه وبيجي اشعار من النظام اللعب كانج هيكون كسب وبيقول اللي بعده الكتال التالت كان من جاه واحدة وبيقول لسبب خوفه من مهارات هيون حزم جان بسولة وبدون اي رض وطبعا اتبقى واحد بارك جون وبيقول بارك دي حاجة تعير وبيقول هيون انت جامعت فريق علشان يهزمني بس انت شكلك هتمسحها تاني هو فيه ناس تاني في النقابة يقدروا يساعدوك وانا ليه بفكر في باك لما بشوف الشخص ده باك ده اللي ابوه كان سبب في افلاس عائلة كانج اللي اتنين متعالين بسبب الدعم اللي عندهم والاتنين متشابهين وده بيخلينا زاجه اكتر فبيقوله اتزليلي وتوسل فبيقول انا بعمل ايه ده بارك لما كان في المستوى الاربعين كان ضعيف هو دلوقتي في المستوى عشرين فمعندوش طريقة علشان يخرج منها ضراب مفرد ضربات القلب متسارع استشعر نظام قرينا حالاته الغير عادية وده له مكافأة وعنين بارك بتقلب احمر وبييجي اشعار من نظام ان بارك داخل في حالة هيجان وبيهجي مبارك على هيون وبيقول له هيون ده المرة الاولى اللي بقابلك فيها واتعرفك انه مش من النوع اللي سهل اغضابه فجيه وقت علشان تروح لبيتك وبيستخدم قوة العملاق وقواته واحصياته هتزاد لفترة قسيرة وبيهجي معالي هيون وبيقول له انا نزمن اربيك وبييرزعه في الارض وبييجي اشعار من النظام بيقول له انه كسب النزال وانك كمان ختم الكافأة زي ما بتقول القادة الفاز ياخد كل حاجة وبيقول كانج دول بيدوني عناصر احسن بكتير من صيد الوحوش وبيجي ماسونه بينادي عليه وبيقول له انت الان كده ليه ده كان حوار بسيط وحليته فقال له بس انت كنت جامل انت هزمت ناس اعلى منك في المستويات بتقنيتك بس بس لا بوشكش محفوظ بيضحي النهاردة انا هجيب له شاقة في القاهرة وحماماتها انا هبقى واحد كمان من معجبينك فبيقول له اه لو عرف انك كنت مصنف رقم واحد بس ده محرج فبيقول له لازم ان نرجع للصيد فبيقول اكيد فبيقول ماسون بفضلك الصيد كان سهل النهاردة هو ممكن نقرارها تاني وبيبعط له طلب صداقة فبيقول له جانج خلصانا وتانجي بيوضعه وبيقول له خلينا نشوفك تاني وبيقول كانج انا كنت قادر اصل للمستوى 31 مع مسون وبتظهر انها فيزت الحالة وباللاقي البنية زادت 50 والقوة زادت ل 68 والرشاقة زادت 28 الا السحر مزادش فبيقول كانج مفيش ناس بريئة زيه كتير في اللعبة مهاراته حلوة جدا عندي شعور اننا هنتقابل كتير في المستقبل انا بقول انهم هيكونوا فريق دائم في المستقبل انا مستوى ارتفع لغاية الحد المطلوب فبيقول له تانجي يا سيد الغبي انا عايزة رايح خمسة فبيقول له لأ خلينا نخلص المهمة والمهمة لو فاكرين العقد اللي كان مع كانج فبيقول انا نازمة الاول ادورة لزعيم زياب المرج اللي اسمه ده كان بعد كده قابل رقون ساعات بيظهر الزعماء بشكل عشوائي في ايرينا مع وقت اعادة الزهور 12 ساعة هو ليه ما ظهرش انا بقال 12 ساعة يستبط بشخصيات فبيقول له تانجي بس انا تعبان ومش اقدر امشي فبيقول له وانا كمان فبيشاور تانجي وبيقول المكان ده حلو خلينا نرتاح هناك وسوحانه وبيطلع في باب في الشغرة فبيقول هو المكان ده موجود فبيقول النظام انت عايز تخش بيت البطل ده كان فبيقول هو ده المدخل انا عرفت انك تمامي تحص ياضي يا تانجي وعمالي مرجح فيه وتانجي عيني عايز يريح بيقول له كانج خلاص انت صعبت علي هلغي استدعاء كفاية جوا الصعبانيات ده بقى هو ما ظهرش ليه زي الزعماء التانين هو ممكن يكون الزنزانة دي تعمل بسبب المهمة دي تمام بما اني لقيتها فبيدخل وبيطلع قدامه كده حاجة جدا معضلة فبيقول له كانج اهلا وبيقول في سره كسم كبير وضغط صاحك فبيقول ده كان وبشر ازيك بيعمل ايه هنا فبيقول كانج انا حاسس انها تسالفت لو حاولت اهزمه فبيقول له بصوت عالي سألتك ايه اللي جابك هنا فبيقول له انا جيت اوصل العقد ده لرقون سام فبيقول هو مش ده عقد رقون او الوغد ده عمل مشكلة تاني اعتقد اني لازم نشكرك تقدر تروح اه كانج يركب الزحلقة وشد العقد تاني حتى هو مش مستعب ايه اللي حصل وده كان مصر ياخدها انت مسمتنيش وانا بقول لك سلموا لي وروح فبيقول له كانج اصلا عندي مهمة ولازم نسلمها له بنفسي المهمة كده مش هتكمل لو سلمتلك العقد دلوقتي فبيقول ده كان انا اعترف بروحك بس لو انت عايز تقابل رئيس القبيلة لازم انت تكون مؤهل لده وانا اختبرك وبيجي اشعار من النظام بيقول له انت عندك مهمة جديدة وهي اعتراف ده كان الخلاصة انه لازم ان يقاتل ده كان علشان يقابل رقون والمهمة من الدرجة فلاس دي المكافأ عقد ده كان فبيقول شفت عرفت ان فيه مهمة تانية ده عقد من الدرجة النادر على القل انا هبدأ الاختبار وبتيجي ايد ده كان من غير اي مقدمات وبيرمي اكله يلا روح يابني لامك وبينزل كانج وكانج فوقيه بالسيف وبيضرب ده كان وبيستغرب لان كانج هرب من ضربته وبيبص وراه وبيقول لكانج انت روغت هجمتي ازاي وبتحاول كمان تعمل هجوم وبيرفع نفسه على سيفه مش عارف ايه الهبل اللي ده كان بيعملو ده بس كانج بيروغها وبتصدر هجم الدكان وبقول كانج ان مستوى 30 ضعيف جدا هو اقوى بكثير مني مش ممكن هزيمته بالتحكم بس وبيقول ده اقوى خاص ما قابلته من ساعة مراحت العالم قرينا فبيقول له كانج ده مش كافي علشان تقابل رئيس انت متأكد ان ده كل اللي عندك وبالله كانج رائد على الارض ونقاط صحته 120 من 520 وبيقول انت عبيد طبعا لا انا لسه ما استغنبتش كل طاقتي وبيستدعى تانج فبيقول تانج استعد علشان تعززني فبيقول له سيدي الغبي انت مش عارف عده قديه من ساعة مولتيلي استريح وبيتخنق وبيقول وقف يا عم قتال هتبقى مدمن فبيقول له طب طلما انت حيوان اليف اتصرف كواحد يعتمد عليه فبيقول ده كان انتهيات برضو مش بتاع المشاكل من جزيرة الطنين فبيقول تانج عمي فبيقول له عدت فترة طويلة هو الراجل ده سيدك فبيقول له تانج ايوا تقدر تقول له بالسيدي الغبي فبيقول له كانج انت طلعت تعرفه فبيقول له تانج انت كنتوا بتتقتله فبيقول له كانج لا انا كنت عايز اعدي اختباره علشان اقابل رئيس ركون فبيقول له وقفوا كلام انتوا في نص الاختبار لما انه سيدك هخليك تقتله هتشارك صح فبيقول له تانج اظن انه من حكمة اني ما تدخلش فهكتفي بدربات سحرية من ورا فبيقول له كانج هو ده اللي انت فالح فيه فبيقول له النظام انت خدت روح الضب وبركت الغابة زادت بنيتك وقوتك وصلطتك وبغنومك تعال يا بشري انا مش هتساهل معك لانك سيد واحد من اصدقائي حتى مع اضافة التعزيزات لسه ما اعتقدش انه قدر اكسب بس ما اقدرش الناف هنا بس اعمل كل اللي اقدر عليه وما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نكمل وبالله كانج فعلا عمل اللي عليه بس تلاقيه كم منهج شوية فبيقول ده كان ايه ده انت خلصت فبيقول كانج انا بس تسلم اموت لو كملت فبيهون عليه تانجي وبيقول ما تكبرش الموضوع انت قتلت بشكل مشرف فبيقول ما لهوش لازمة طالما ما انجحتش فبيقوله ده كان من اللي قالك انك لازمة انتهزمني فبيقوله النظام انت خلصت مهمة اعتراف ده كان وخدت موافقته انت اثبت نفسك وبيتجيله مكافئة نجاح الاختوار وده بيطلع عقد ده كان وبيقوله النظام راكون هيزهر دلوقتي وفعلا النظام مش بيكدب خبر وتانجي بيطير من شدة الهوى بس بيمسكه ده كان وبيظهر راكون زعيم قبيل الزيب المارك هو ده راكون انا عرفت ليه كان لازمة ناخد اختبار وبيقعد يقارن امريكانو اسبرسو بيقول ده كان الراجل ده جاي يديك عقد كانكون فبيقول عقد ايه فبيقول انت جبت عقد كانكون فبيقول له ايوة وبعد يتفحصه وبقول ده هو فعلا وبيقول كانكون يا وغد كانك يعيني تفزع وبيقول جبهولي دلوقتي وبقول النظام ان زعيم راكون اتسبب في انخفاض الاحصائيات 50% وبيتصاحتك غير قابلة للاستعادة فبيهدي ده كان بيقول له ما توقفنيش انت تعتقد انه كاره ده اد ايه عقده اختفى المرة دي وكانكون ده بيطلع ابن راكون وهو الرئيس المستقبلي وكان كاره تدريب راكون ومتعود يصيع ويهرب دايما من القبيلة وعلشان كده لبسه عقد علشان يعرف موقعه ويستدعيه في اي وقت وكان فيه تعويزة مش ممكن تتشال بس فيه واحد ساعده لكسرها وبقى سهل انه يهرب ومن اللي كسر التعويزة ده طلع تانجي ويبرر انه هو ما كانش يعارف ان الموضوع يخرج عن السيطرة كده فبيقول له كانجي باستغراب انت تقدر تعمل كده فبيقول تانجي انت مش عارف مدى قوتي يا سيد الغبي بيقول له راكون انا اسف بس دي حاجة خاصة بابني ففقدت صعوبي فجأة انا هكفك على اعادة العجل وبيجي له اشعارات بالقوم وبيقول له انت خلصت مهمة وريس قبيل الزيب المرج واخدت نقاط خبرة ومستواك علي واتجددت سحرك وتحملك وصحتك واخدت كمان مهارة جديدة اسمها تكسيف السحر وبتزيد كوة السحر لعشرين في المية وبيقول مهارة فريدة من المهارات السحرية هي اللي بتطلب كتير لارينا ولو قابلت الوقت ده تاني قل له بيتك هو الغابة السودة وبتيجي لكانج مهمة تانية وهي رسالة راكون لابنه كانكون من الدرجة بلاس سي المكافأة دية من راكون ونقاط خبرة فبيقول مهمة تانية ده انت لقطة وبيقول سيب لي المهمة دي راكون سامة فبيقول له انا معتبت عليك فبيطمن تانجي بقول له اديها لك المراضي كده كده ما كانش فيه تعويزة على العقد ده بيقول ايه يعني انا معنديش كدره كاسف التعويزات فبيطري عليك كانج وبيقول له قدر تفكى اه وماله وبيقول روح لعمرة اللي ساكن فيها صاحب كانج وبيقول له اسحب سرعة فبيقول له عايز ايه انت عايزت الدين مهمة شكل اللي هي بقى مصر عليه فبيقول له مش فهم وما عايز اوريك حاجة وبيقول له عدي خبر حلو لك وبيتصدم في كانج وبيطلع الفيديو الاول اللي جاء 172 الف مجاهدة عقبان يا رب فبيقول كل ده فضل ربنا سمانت يا يونج وبيخنى يونج الغلبان بالغلط فبيقول له اسمع بس الخبر الثاني جالك رسالة من ادارة نايك ادارة نايك بيتبيعه يعني ايه شركة مشهورة بيعمله اعلان في بسوس ارينا ودلوقتي بيتي الشركة رقم واحد فبيقول له هم عايزين يعملوا عقد معاك فبيقول كانج معداش علي ازباع في ارينا وجات لي فرصة زي دي وبيفتكر ابوه وامو وحياته اللي كان عايشها وبيفتكر الواضي الخنسير اللي سبب في افلاس عيلته وانا لا ناسي اسمه الصراحة فبيقول له صاحبه انت خدت قرارك فبيقول له ايوه فبيقول له انت عايز تتواصل معهم قال له ايوه دلوقتي دهر مزاد اصلاً متكامل هو اسمه اصلاً وبيقول له ان ابيع الدو ده ودي قدر استخدمها بعدما صفتنا عن ناصر اللي خدتها من فريق القتلة اللي في القسم الثالث تلع معهم خمس تلاف ومئة عملة وجوز من العهزية زيرو الدفاع عربعين التأثير بتزود الرشاقة المئة وخمسين وخدت كمان عنصر من مهم الدكان كنت هنساها بسبب جازة راكون ورمز المرج من الدرجة الفريدة بيزود القوة مئة نقطة والبنية خمسين والقطار خمسين وبيتم انشاء روح قتالية وروح القتال دي بتزيد من الامكانات لما بتحارب خصم قوي وما بتقابل خصم ضعيف بتنخفض احصائيات الخصم وبقول لدي الدكان مواصفاتها عالية لو استخدمت كل العناصر اللي خدتها هبقى زي اللي في المستوى 60 بالزبط بما اني في المستوى اللي 32 هيكون كويس لو قدرت اخد سلاح بدرجة فريدة بالذهب اللي معايا وبيستدعي نافذة المزاد وبقول الحاجة المهمة دلوقتي هي قوة الهجوم واختراك الدفاع بقاش مهم بالنسبة لي وطلع زي ما أنا كنت فاكر من الصعب ان ناخد سلاح فريد بخمس سلاف عملة بس وبقول في واحد اسمه سيف القزم والف عملة وبيطلع لنا احصيات السيف وبيطلع سيف مصنوع من قزم المطرقة الزهبية لم يتم معالجة بسح بس لسه قوي لدرجة فريدة ومتطلبات الاستخدام 200 قوة و150 بنية المتانة زي الفول كوة الهجوم 700 تأثير اللي يبلى بسهولة ويقول كانج ده ارخص بعشر اضعاف من سارر الحقيقي هو السيف ده تعرض من شخص عايز يعتزل ولا ايه الان لازم ان اشتريه وبيشتريه في نفس اللحظة في مكان تاني في دار المزاد وبالروح لزعيم نقابة الجنجوم السودة واسمه سيرون فبتسأله واحدة هو في حاجة زعيم فبيقول دي اتباعت فبتقول طب دي يعني حاجة وحشة انا نسيت احط لها صفر واتباعت في الوقت اللي كنت بعدل فيه طول على الشخص اللي اشتريه وهتولي دلوقتي فبتقول خلصانة وعم كانج في عالم موازي ليه حق ام ودعياله وكمان بيشكر سيرون وبقول للروي ان العداء بين كانج ونقابة الجنجوم السودة وصل لزروته عندي ثلاث ايام لسه قبل ما اوقع العقد مع نايك لازم ان ابقى قوي في الوقت ده حتى لو بصيرنا صغيرة المهارات هي الخيار الافضل بمئن معي المهمة اللي اخدتها من خان لازم اروح اشوف لبرون والمهمة اللي اخدها كانج من خان خبور هي مقابلة فارس كيون لو انت واسك من قوتك دور عليه المهمة من الدرجة ايه الهدف ان اقتقاب الفارس كيون الجازة هي مهارة لبرون انا اخدت جواز عظيمة من مهمة زئب المرج اتسأل ايه اللي هاخده من اقوى فارس في الامبراطورية لو اتصلت بيه هيقول بان لبرون في بيته في يوسهى هي كام تكلفة لفاق في الانتقال الاني ليوسهى بالروح لامبراطورية يوسهى وبيقول كانج هو ده الاصر اللي بعيش فيه لبرون ده في مستوى مختلف على اي حال ده اقوى فارس في الامبراطورية انا مقابلتش لبرون لما انا كنت ملك القتال انا متشوق علشان اشوفه فبيقوله الحارس ممنوع الدخول المدنيين من فضلك روح فبيوريه العملة اللي خدها من خان فبيقوله انا معايا توصية من خان قال لي ان اقدر اقابل بها لبرون فبيفتح له المكان عشان يعده وبيقوله دور عليه في صلط التذيب او في مركز البيت فبيقوله شكرا والناس اللي وراها قاعدين متفاجئين فبيقوله بوابات لبرون اتفتحت ده معناه ان الشخص ده بيتحرك لسيناريو الرئيسي مستحيل لازم نتبعه فبيقوله انا صاحبه وبيتحيله علي عشان يكونه فريق معايا فبيقوله في مستغلين هنا انا مشوفتش فيديو لبرون قبل كده هو انا هكون اول شخص يعمل ده فبيقوله النظام تم تفعيل وضع التسجيل فبيروح للصلاة بيلاقيها فاضية فبيلاقي لبرون قاعد بيتأمل فبيقوله هو انت الشخص اللي جاي تبع خان فبيقوله ايوه انا اسمي كانج عد فترة طويلة من ساعة مجال مغامر لو خان هو اللي موصع عليه فده معناه انك ماهر عد فترة طويلة ده معناه ان كان فيه ناس بتيجينا في الماضي انا حسبت اللي انا الوحيد اللي جيت هنا ده مش عادل يا عم خان انت هنا علشان تختبر كوتك مش كده ولا ايه فبيقوله كانج لا انا جاي علشان اخلص المهمة فبيقوله برون قطال بالصيف بيكشف الاشخاص احسن من الف كلمة فبيقوله ايه رأيك هلأ انت مستعد انا بوعد كل مقاتل ان نعلمه مهارة وبيطوح له صيف خشب فبيقوله تبا هو انا ليه كل شخص قابله لازم نقاتله فلو عجبتك هتعلمني مهارتين فبيقوله تقدر حتى تتعلم ثلاثة ده بيعتمد عليك فبيقوله النظام زيادة الاحسيات الخصم اقوى منك فبيقوله كانج هاخد مهارة فريدة المرة دي علمني كويس فبيقول دي حاجة عجيبة اول مرة اشوف واحد ماهر عنده الوضعية المهمة دي فبيقول ده بيستعد للقتال وبتحرك كانج علشان يبدأ الهجوم بس ليبرون كان لها بالمرصد كل ضربة مليانة قوة هو قاعد يسكل في تقنية فريدة ده شخص اقدر اهزمه بطاية كويسة ده كمان بيستخدم رجله وماغم الفرسان مش هيقدروا يتعاملوا معاه بس هو قدر يسجل خمسين نقطة ده مختلف عن بقتل فرسان وبيدي كانج واحدة وبنكمل قصتنا من ساعة موقفنا ساعة ما ليبرون بيقتل كانج وبينلاقي كانج قاعد على الارض وهو مش قادر فبيقول له لبرون عشر مقاتلين جوم هنا لغاية دلوقتي مفيش حد منهم قادر انه ياخد خمسين نقطة فبيقول في سره هو ممكن يكون زيهم فبيقول كانج لو انا مقدتش يكسب اعمل كل اللي قدر عمله فانان يسطى اصد يا كانج فبيفعل كانج تقنية الاندفاع والتلويح بالسيف بس للأسف بيصدق لبرون وبيقول انا مطقرش انه يستخدم مهارة الاندفاع من المسافة القريبة دي وبيجي كانج من وراء وبيقول لبرون هو حسب المسافة اللي يبقى فيها في الهواء فبيقول كانج مسكتك وبيهجم عليه انت جريء قوي علشان تعمل هجوم خطير زي ده مع انك عارف الفرق ما بيننا بس عندك توازن حلو انت ماهر وبيصد ضربة كانج بسبعين بس وبيقول له انت كسبت تمانين نقطة وبنروح لكانج اللي شكله تهارى ضرب فبيقول له لبرون انت كويس انا بعترف مهاراتك فبيقول كانج انت مثالك ده قاعد يضربني في نفس المكان ده شخص مثال ان اكسبه من مستوية ده فبيقول له خد يد يا كانج زيك زي اخوتك التسعة من بينهم انت الاقوى وبييجي رسال انه خد اعتراف لبرون وخد خبرة واستعاد التحمل والسح ومش كده وبس خد لقب النجم الصعد واللقب ده بيزود احصائتك 10% وبيقول ان اخدت عنوان كمان دي الكتاب واحد زي ما احنا قلنا متفقين وبتطلع مهارة السيادة الكتالي المهارة دي بتمنح السيادة الكتالي مش هتتهزم بسهولة في اي معرقة من الدرجة الفريدة الكفائف وبتزود كل الاحصائيات بنسبة 10% في المعرقة نقصة مهارة بتزود الاحصائيات ل5000% حتى هو مصدوم ان خد مهارتين بتزود 10% و4 مش انت الواحدة ككانج فبيقول له لبرون انا التزمت بعهد العملة الزهبية يلا روح فبيقول له استنى فبيقول كانج انت بتقول ان المهمة خلصت انا حاسس ان لسه في حاجة طب يا سيد لبرون ما عندكش اي مصلحة محتاجني في اي حاجة فبيقول له اه والله محتاج واحد اقدر تديل المهمة دي فبيقول له خد المهمة دي روح حارب الهياكل العظيمة في جنوب برجيز الملك بيشك في ان السحر الاسود ليه دخل في الموضوع ده وبتقول المهمة زي ما قال لبرون بس النصيب انها من الدرجة S والمكافأة المسامة في الامبراطورية حتى كانج متفاجئ وبيقول دي مهمة سيناريو رئيسي واللي مش فاهمي يعني ايه الكلام اللي انا قلته بص يا سيدي مهمة السيناريو دي مهمة جدا لدرجة انها جزء من قصة اللعبة ومنك التواصر على اللعبة كلها وفيش اعاد بتقول ان سحرة السحر الاسود دور متخصصين في استحضار الارواح والسحر النفسي فبيقول له برون اياك اي حد يضحك عليك فبيقول له كانج ايب عليك انا هتأكد ان استكشرت بريجيس كلها وبيقول انا كنت بقود الحلقة الاولى ودلوقتي بساعد في الرابعة انا في المستوى لتاتة وثلاثين بس بقيت مستكشف رئيسي انا هستعد قبل مامشي وبقول روح لقصاية اصلانا متكامل وبالله الكل متوتر وبقول رئيس الجنجمة السوداء انت لسه ملايتهوش وبيقول لها دوري عليه حالا انا ليه بساعدك في العناصر والصيد اتكلمي فبيتقول له انت العبيت وبعتها فبيخنقها فبتستوعب يا قالت ايه وبتقول انا اسفى يا زعيم هحاول لقيه بسرعة فبيقول كانج هو من السبب في التجمع ده ارجع يا كانج فبيقول له دي فرصتك الاخيرة دوري على الوقت اللي اشترى السيف انا عايزه يكون مرمي في شوال قدامي مفهوم فبيقول كانج ده السيف اللي انا اشتريته هو بيدور عليها ليه فبيقول ايه ده علمت الجمجمة السوداء فبيقول اه لعل دون مرة تانية بيتقال ان الضغان لا تتلاشى ابدا على الفكر يسطى اللي اشتراك بقوا ببلاش فالحالعرض فبيخلع الخوزة بقول انا لازم انا خلص من المشكلة دي بسرعة هو انا ممكن اصطدم واحد وراء الثاني في رهانات حسف الحساب لا ده ياخد وقت طويل جدا الوقت زي الفلوس طب لو خلصت على المديرين التنفيذين هيتفككوا كده فبيقول له صاحبه تعال عشان تطفح روشتنا معاك فبيقول له صاحبه اعمل ايه فبيقول له استنى عمل فيديو علشان تستفزهم اعمل اعلان حرب في مجلس المجتمع واتحدهم في مباراة كتال لو خلته عام في المجتمع مش هتقدر النقابة انها ترفضه ايوة ده يبقى احسن لانك هتخلص عليهم مرة واحدة وهتبقى مشهور فبيقول له يا يونج دونتشتان فبيضحك وقول له بس الخطة هتنجح لو انت قدرت تهزيمهم من وحدك ونتيجة ده الاعلان اتعمل واتنشر في المجلس في اليوم التاني في نقابة الجنجمة فبيجي حد بينادي يا رئيس النقابة في خطر فبيقول له انت عاملة دوشة ليه فبيقول لمجلس ارينا في شخص نشر فيديو متحدينة فبيقول روح لفيديو كانج فبيقول انا لعب في لعبة ارينا ولقبي هو زعيم الزقاق وسبب تسجيل الفيديو ده هو استلامي لبريد والبريد هو من مستخدم مستقيم الخفض مش كوني فيه على الفيديو اللي نشرته وانا بفوز برهان حس في الحساب ضد المديرين التنفيذين في الجنجمة السوداء وده يا معلم بيطلع سيرون اللي كان لبس الدرع وماسك كانج سب و لعب وانكمل فبيقول انا قررت انها هكمل شغلي وتعدى بقية المديرين التنفيذين لحس في حساباتهم واجبارهم على كده لانهم نقابة مستغلة احتقت اراضي الصد وكده كفاية اوى عليهم لحد علمي فيه 15 رئيس التنفيذي بما فيه من رئيس وبيكد انه هزم 2 واتبقى 13 انت خنزير يا ده يا كانج فهو بيطالب برهان حس في الحساب مع كل واحد منهم تعالوا بلع ندم وبيقول واحد ايه ده الصيف معاه وبيطلع هوا ده رئيس النقابة وبقول يعني انت الشخص اللي خلاهم يمسحوا هساباتهم وخدت كمان سيفي كل ده كان انت فبتقول البيت انت شفت الفيديو يا زعيم خلينا نكبر دماغنا منه فبقول لها نكبر دماغنا خلي التنفيذيين كلهم يتجمعوا هنا الروح نضرب الودة عالقة موت يحلف ويتحكى بيها لقد بدأت الحرب وبيجتمع القادة فبتقوله ان المعلومات اللي عندنا بتقوله ان زعيم الزقاق في المستوى 30 ما العلم انه هزم اثنين من التنفيذين ده معناه انه مخبي حاجة رهانات حس في الحسابات اللي بيطلبها خطيرة جدا حتى لو كسبنا ملهاش لازمة خلينا نتجاه له نتجاه له انت تجنينت يا ولية طب وصيفي وسمعت النقابة فبتقول طيب ايه رأيك يا رئاسة نختار يوم ونقتل كلنا مع بعض انت بتقوله ان نتجامع عليه فبيجي واحد وبيقول انت كلكم وسيرين للشفقة فبيقول القاد امال مينة بوش بلاستيك ده فبيقول انت كلكم تحت كياضة نقابة العالم الجديد بصممين انكم تتقطروا على لاعب في المستوى 30 وده بيطلع من نقابة العالم الجديد وبيطلع اسمه كانج برضه من قلة الاسامة اختاره كانج فبيقول قاد جمجومة اللي جابك كل المسافة دي فمش بيرد عليه وبينادي على تشيولوجو وبيسكع تشيولوجو بوكس انك هيدهون عظيم فبيقول انت احتقرت الزنزانة بدون حتى تبلغنا وثلاثة من اعضاء النقابة اتمسحت حساباتهم بطرقة مغزية فبينادي على سيرون رد في فيديو وقول ان نوافانه عن نزال بكل نزاهة الضعيف بيتكمي اللقوة منه انا متوقع ان اجات الجنجومة السوداء من الموقف ده وبالروح لسايد كيل فبيتقابل هو وكانج فبيقول له انت افضل في الحقيقة وكلام وسيخ مناش دعوة بي فبيقول له هنتكلم في تفاصيل العقد اسناء العشاء فين يست العشاء ده ده عينات ولا ايه ده فبيقول له خد العقد اهو اقرأه قويس وبحرص فبيقول له زي ما قال لي يونج ده افضل شروط ممكنة فبيقول له بص كده على الاخر حتة مدة العقد سنتين وعشر طلاف دولار لكل عشر مشتركين المترجم بيقول له عرفتوا ليه بيقولوا اشتركوا في القناة وماليا ريت كانت كده نكمل وهو يختار كتاب مهارة نادرة او فريدة كل شهر انا درسنا عناصر بالوصفات السحرية اللي كنت بستخدمها فبيقول له ايه رايك فبيرد عليه بيقول له هو الكلام ده حقيقي الصراحة ليه حق فبيقول له اكيد يا ملك الكتال انا حاسس ان احنا مش مدينك حقك مش عايزين زبال عندكم في الشركة عام النظافة وانا عام مش طماعة اخد خمس بواك بس انت بتقول ملك الكتال الاسم ده ما سمعتوش من فترة وعارف ازاي احنا برضو عايزينك تطبع الشعر بتاعنا على عناصرك عندنا مصمم هنتعامل معاه فريد يعني اتكلمه برة كل اسبوع يا بختك يا كانج طيب يصطى لو وصل الفيديو ده لسبعين لايك هينزل القسم السادس علشان الصراحة انتم مؤثرين معايا جدا في حوال الاشتراكات واللايكات ده فبيقول له هو انا ممكن اسألك عن خطتك الجاية فبيقول له انا بخطط ان استريم الاسبوع الجاي انا مستني الاستريم بتاعك وطبعا هيستريم عن جونجومة السودا فبيروح وبيقول له يونج عملت ايه وقعت فبيقول له تعالى شوف فيديو جونجومة السودا ردت عليك هما قالوا ايه يعني قالوا لك ان الحرب هتكون في ستاديوسها يوم الاتنين الساعة تمانية بالليل فبيقول له انتم مش هتشوف الفيديو فبيقول له لأ انا مش عايز اضيع وقتي انا روح اصطاد وبالروح للتمسيح المرعوبة من كنج فبيقول له الساحلي هنا مستوى من ستين او سبعين يعني فرق تلاتين مستوى هما ليه سهلين او كده انا وصلت لمستوى ده بمهارتين فردتين دول ممكن بسبب استياضي اللي لوحوش في الفترة الاخيرة انا عرفت ان مستوى زعيم النقابة خمسة وتمانين ومتوسط مستوى التنفيزيين هي سبعين اظن اني مش هقصر بس لو كنت مخطط للفوز بالطريقة دي لازم انا باقوى وقاعد يصطاد لأكتر من تلاتين ساعة فاد استراحة قصيرة ما بين كل فترة بس الاساس كان شغل تلاتين ساعة وبيقول له النظام انه هزم زعيم الساحلي فبيقول هشوف الاحصايات وهنام وفي الاخر بعد ما اتضرب لتات ايام ازددت كفائتي وقالت ست مستويات وصلت لمستوى الاربعين فبيقول روح لستاديوسها زعيم الزقاق ضد الجمجومة السودا فبيقول واحد الاستاذ كان بيبقى مليان بس مش للدراجاتي زي النهاردة فبيقول واحد انت بتعتقد ان النقابة هتكسب بسبب عددهم هم عندهم فعلا لعبين كتير بس بدل من مواجهتهم مرة واحدة هيواجههم في معرقة القائد اللي هي واحد ضد واحد بتمنى ان زعيم الزقاق يكسب فبيقول له هو الجميع حضر انا كنت الان لاحسن خوفي منعكم انكم تيجوا او تهربوا فبيقول له سيرون انا سعيد انك جيت انا قادر اهزمك واخد سلاح القزب فبيقول له كانج طب لو مدت به مش هيبقى شكلك وعش فبيقول يلا نبدأ فبيقول له انا اسف انكم عادتم مستنين كتير انا بقدر كل الناس اللي جات علشان تشوف النزال ده هتأكد انكم مش هتحسوا بالملل ولو للحظة استمتع بالعرض فبيقول له يونج انت عمليا من المشاهير وزي ما انتوا عارفين الكسبان ياخد كل حاجة وحاسف الحساب معرقة الفريق هتبدأ دلوقتي يونج انت تخضيت ليه زعيم الزقاق ضد نقابة الجنجومة سودا واحد ضد 13 واحد بدأت المجزرة حتى الناس مستغربة وما سموا صح ولا لأ دي معركة فريق فبيقول له زعيم النقابة هو الوقت ده بيخطط ليه من الرغم انه ما عندوش فرصة للفوز بمعركة القائد ففقر انه هيقدر يكسبنا كلنا مرة عادة فبيقول له كامج كرر الناس اللي هتشارك معك علشان النزال مش هيبقى ممتع لو خدت كل واحد لوحده فبيقول له انت بتتكلم كتير مش مهم انت بتخطط ليه المهم هو الفوز فبيقول له النظام انه خلاص تم اختار المشاركين اللاعب كامج ضد فريق سيرون هيبدأ النزال وبيبدأ العادة تنزلي فبيقول له يونج ما ترجعش لو خسرت النزال بدأ وللأسف الفيديو يكون كده خلص فلو عايزين ينزل بشكل اكتر بوقت اكتر اشترك و اعمل لايك وتعليق كده حلو وبس كده اشتركوا في القناة